باسمه الرحمن الرحيم وسط 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 مسعيدة محمود أشرف المرسلين معاكم في الدرس النهاردة وهنعرف مواعد كيف نحن نتعامل مع البروتوكوم SSH ونبتدي ان نعمل اتصال عن الأجهزة الأخرى طبعا في الفيديو اللي فاتكم معرفنا مع بعض البروتوكوم SSH وكيف نحن نعمل Reconfiguration وفي نفس الوقت كيف نقوم باقيقب لكل الملفات الأديمة وبعض الأوامر الأخرى حاليا هنبتدي نحن نقفل التيرمنام بشكل طبيعي جدا ونبتدي نروح على تيرمنام من خلال الديسكتوب أو على يوزر اروت كنترل بنص نقبر كده اكوز عشان نشوف بشكل طبيعي مع بعض طبعا اول حاجة احنا كنا محتاجين ان احنا نشغل خدمة SSH أو بروتوكوم SSH على localhost زي ما شفنا في الفيديو اللي فات وبنكتب الامر SSH وبعد كده localhost عشان نبتدي ان انا افاعل او اشغل خدمة SSH على الماشين بتاعتي او الجهاز بخاص بيها وبدغت انتر بيبتدي انه يرد علي بيقولنا warning remote host انه في مشكلة في remote host انه هو has it changed انه المسار بتاعك مترير بشكل عام طب ازاي نتأكد ان احنا مفاعلين خدمة SSH بشكل طبيعي بدون اي اخطاء هنكتب كده الامر clear عشان نبتدي نحزف وهنروح هنا كده على windows 7 دي ماشين خاصة ب windows 7 او windows 10 او windows 8 اي ان كان عندك برنامجي مهمين جدا او برنامج اسمه بوتي ثاني برنامج اسمه whenscb فتحنا برنامج بوتي كده وده هتناليه بشكل كبير جدا ببعض البروغرامز او مبرمجين عموما او اصحاب المواقع او السيرفرات بيستخدموا برنامج بوتي المفتراضي او default 22 زي ما عرفنا في الفيديو المفات او الدرس المفات طبعا عشان ابتدي ان اعمل connect واتأكد اذا كان فعلا خدمة الشرارة بشكل فعلي على النظام اللي انا بستخدمه هروح هنا على Linux مرة تانية وابتدي ان انا اكتب الامر ifconfig عشان ابتدي ان انا اعرف الاي بي الخاص بي طبعا عندك هنا الاي بي الخاص بي ان هو انقوز بي اي تي اتش وان احنا عرفناها باسم شرط قط او باسم اي سورنت عندك الاي بي 192.168.23.133 اخدت الاي بي ده كده copy وبدأت ان انا اروح على windows 7 وبدأت ان انا هنا اجي احط الاي بي ده based عشان خاطر استخدمه او ابتدي ان انا اعمل connect انا اكتب الامر اب 192.168.23.133 انا انا اكتب اده من ابتدي ان امر اخر 192.168.23.133 ومفتراضي ان ان هو 22 و هنبتدى نضغط open عشان نشوف الconfiguration طبعا اول ما بتستخدم برنامج booting اول مرة بيبتدى ان هو يطلع لك security alert ان هو تحذير ان انت هتبتدى تعمل connect بالسيرفر دوت فهتبتدى ان انت تدرط على accept ان هو انت هتستخدم الاتصال بSSH دايما على السيرفر ده او تقدر ان انت تختار connect ones اللي هو يعمل لك اتصال مرة واحدة فقط وبعد كده لما تيجي تحب تعمل اتصالي يطلع لك نفس التحذير ده مرة اخرى فانا بالنسبة ان الجهاز ده خاص بي فقدرت على accept زي ما انت شايف هنا هو ظهيرنا في بيومك login as ان انت تفتح ازاي طبعا الطبيعي جدا ان احنا بنكتب الامر root او بنكتب الوزر بتاعنا root وبعد كده بنضغط انتر بيطلب منك هنا هو ان انت هتعمل connect اتصال ما بين root at 192.168.23.133 ومحتاج الابين خاص به يبقى هتكتب الابين خاص بالroot اللي انت بتستخدمه اللي هو باسورد linux بشكل عام وبعد كده تضغط انتر لو تلاحز هتلاقي ان الباسورد عندك هنا بيبقاش مرقي وبيبقى hidden وده كنوع من انواع secure فلو انت بتكتب اه اتاكد ان الحووف انت بتكتبها بتكتبها صح مش غلط لكن مش هتكون زهرة قدامك فهتضغط enter هنا بيقولك ان access بتاعك denied او اه 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 الصلاحية بتاعتك مرفوضة لو كتبنا تاني باسورد وضغطنا enter هتلاقي هنا بيقولك ان الاسس بتاعك denied ان الاسس مرفوض نروح مرة تانية هنا هوت ونكتب الامر ssh local host start خلاص تمام نكتب surface ssh start enter ان انا بشارة انت خدمة الاسس اتش باكتب الباسورد بتاعي طب تمام بعد كده باكتب surface ssh pretty start ان انا اعمل restart لخدمة الاسس اتش تمام انا كده عملت start للخدمة وبعد كده عمقت ان ريستارت بحيث انه في اي اخطاء او في ريسبوند في القدمة تشتغل معه بشكل طبيعي هروح حاليا من ويندوز مرة تانية طبعا هنا بيقولك ان الكنيكشن كنوس نضغط اوكي نقفل بوتي ونفتحه مرة تانية نكتب 192.168.203.132 وبعد كده بورت 22 وبعد كده نضغط اوبن هنكتب اليوزر بتاعنا روت بعد كده بشكل طبيعي جدا قملي اكسس ديناي طيب انت دلوقتي مفروض موجود مكاني عارف ان التسجيل او تسجيل الدخول هيبقى من خلال الروز بس لو جيت ركزت كويس جدا حاليا انا انا باعرض عليك الاخطاء وباعرض عليك حموم الاخطاء اللي ممكن انت ابنك يعني بشكل فعلي او بشكل متعمد لكن لو جيت روحت كده ركزت مرة تانية هتبص تلاقي اصلا ان الروز بتاعي باسم الكابانو ومش باسم روت يبقى لازم تتأكد من النقطة ديت او من الخطوة ديت يبقى بتاعي مش باسم آآ آآ روت لو افهمت ان تبوتي كده مرة تانية وفتحته من جديد واحد تسعة اثنين دوت واحد ستة تمانية دوت مانتين وتناتا دوت مية تاتة تمانتين وباضغط اوكي وباكتب هنا كابانو مش روت وباضغط انتر واكتب باسورد ان خاص بها فتح معي بشكل طبيعي جدا بدون اي اخطاء او بدون اي مشاكل يبقى لازم تركز كويس جدا ان مش شارط في اي تسجيل دهوم ان انت لازم تكتب روت لو نظام لينكس او كان لينكس بشكل عام انت كنت مستخدم اسم روت اللي هو المفتراضي يبقى هتستخدم بريميت لوجين بتاعك باسم روت لكن لو بدأت ان انت تختار يوزر نيم زي انا مثلا كده سميت اللينكس بتاعي بقبان ومش روت يبقى هتدخل على الروت تدخل على عفوا اليوزر نيم الخاص بك تعال نركز كويس جدا كده ابن نقدر نستخدمه حاليا انا كده عامل اتصال ما بين ويندوز سيفن وما بين كالي لينكس من خلال بروتوكول الاس اس اتش على برنامج بوتي لو جينا كده على سبيل المثال كتبنا الامر الاس وده على الويندوز زي ما انت شايف لو جينا صرررنا كده برنامج بوتي شوية على هنا على الويندوز نفسه زي ما انت شايف زيارنا ديسكتوب دوكومنت داو مودز نفس الملفات اللي موجودة في لينكس بشكل عامل نقبر كده مرة تانية ونكتب الامر ميك دير هتبص تلاقي بيطلعنا نفس الري تايب او نفس الوقت وفين ان انت كنت بتكتبه على نظام لينكس يعني لو جينا روحنا هنا على نظام لينكس وكتبنا ميك دير هتبص تلاقي بيطلعنا فاينز بيقى بعشوائي دايريك هتبص تلاقي نفسك هنا في الويندوز باردو بيطلع نفس الكلام عشوائي فمعنى كده ان انت اصلا موجود على الينكس من الان بروتوكول الاس اس اتش هنكتب مثلا عشان نتأكد ميك دير ونسميه مثلا ويندوز سيفن مثلا عشان الارقام يبقى نسميه ويندوز مثلا سيفن وندغط انتر عشان الارقام التانية من الشغلة يبقى ممكن نكتب ويندوز سيفن ونحط الرقم تاني فوق اهو احيانا في الكيبورد في خاص بيك لو انت بتستخدم لابتوب فقائمة الجانبية اللي عن يمين ما بتبقى الشغل فيها الارقام على الينكس بشكل عام فتقدر تكتب الارقام اللي موجودة في الصف اللي فوق من الكيبورد احنا كده عملنا فولدر باسم ويندوز سيفن كحروف وعملنا هنعمل فولدر تاني باسم ويندوز سيفن كاركومي اميك دير ويندوز ونحط رقم سبعة ان هو سيفن وبعد كده نضغط انتر هنا بيقول لك كان نتريات دايريكتوري باسم ويندوز عشان هو اصلا مستخدم لو جينا كتبنا سيفن جنب الويندوز انتر كده تمام يبقى ما ينفعش ان انا حط سبيس عشان ما بيقراش الرقم بيقران اسم فقط يبقى انا كده عملت فوق در باسم ويندوز سيفن لو جينا رحنا لينيكس هنا هوت وبدأنا ان احنا ندخل على الواجهة الرسومية هوم هتبص نلاقي ان في فولدر باسم سيفن وفولدر باسم ويندوز وفولدر باسم ويندوز سيفن يبقى اصبح ان كل اللي انا ببتدي اعمله من خلال برنامج بوتي على ويندوز سيفن اقدر ان انا اعمل اتصال او امتصم بالماشين اللي انا بستخدمها الكلام ده منطبق على سيرفر لو في سيرفر انت معاك اكسس عليه تقدر ان انت تستخدم برنامج بوتي عشان تعمل اتصال ما بينك وما بين السيرفر دوت من خلال بروتوكول الاسس اتش لحد هنا اكون الفيديو ده خلاص وعرفنا ما بعد ازاي ان احنا نعمل اتصال من اجهزة اخرى من خلال بروتوكول الاسس اتش واستناني الفيديو تاني باذن الله اشتركوا في القناة